موسيقى أخبار الواحدة على قناة يمن شباب نبدأها بالعنو اليابان يخطط لنشر قوات قرابة سواحل اليمن وسلطنة عمان تحذيرات من مخطط الانقلاب إماراتيا في المهرة وبطواطئ سعودي قتل وجرح من الميليشيا بنيران قوات الجيش في الجوف وتعز والضالع موسيقى أهلا بكم اعتمد مجلس الوزراء الياباني رسميا خطة لنشر وحدة من قوات الدفاع الذاتي في مهمة لجمع المعلومات الاستخباراتية في البحر العربي قبالة اليمن وسلطنة عمان وسط توترات بشأن البرنامج النووي الإيراني ووفق للخطة سترسل وزارة الدفاع اليابانية المدمرة تاكا نامي التي يبلغ وزنها أربعة آلاف وستمائة وخمسين طنا والتي يمكنها أن تحمل مروحية دورية مضادة للغواصات أو اثنتين من أوائل فبراير وذلك على أمل أن تتمكن السفينة من بدء عملياتها بحلول نهاية الشهر نفسه في الجزء الشمالي من بحر العرب والجانب الشرقي من مضيق باب المندب وطبقا لما نشره موقع جابان تايمز سيكون حوالي مئتين من أفراد الطاقم على متن المدمرة كما سيتم تجهيز حوالي ستين من العاملين في وحدة بي سي ثري يشار إلى أن القرار يأتي قبل زيارة رئيس الوزراء الياباني تشينزو أبي للسعودية مطلع الشهر المقبل حذر مسؤول حكومي من انقلاب تخطط له الإمارات في المهرة اليمنية الحدودية مع سلطنة عمان وقال وكيل المهرة لشؤون الشباب بدر كلاشات في بيان صحفي إن الإمارات وبطواطئ سعودي تقوم بترتيبات الانقلاب في المهرة عبر أدرعها المحلية ممثلة في ميليشيا الانتقالي التي تقوم بإثارة أعمال الشغب والصراع المسلح لزعزعة الأمن والاستقرار في المهرة وأكد كلاشات أن المحافظة لن تكون لقمة سائغة لمشاريع الإمارات بل سوف تفشل مشاريعهم ولن تكون أرض المهرة صالحة للمشاريع العنصرية والمناطقية والتمزيق والاحتزاب والاحتراب أيضا والتمرد وذكر البيان بأن أبناء المهرة ورجال الأمن والجيش والقبائل لن يسمحوا بهذه التحركات وسيقف الجميع سدا منيعا ضد كل من يريد إثارة الفوضى والتخريب وإقلاق السكينة العامة لأبناء المهرة إلى تعز حيث عين محافظ المحافظة نبيل شمسان قياديا في حزب المؤتمر وموالن لميليشيا الإنقلاب الحوثي مديرا لمديرية المخة الساحلية غربية تعز وأصدر المحافظ شمسان قرارا بتكليف القيادية المؤتمرية المتحوث عبد الرحيم الفتيح مديرا عاما بدل من سلطان عبد الله محمود مدير المخة وسط رفض شعبي للقراء وأعبر ناشطون وصحفيون عن استيائهم من تعيين المتحوث الفتيح الذي حرض على قتل أبناء تعز على رأس أهم مديريات المحافظة معتبرين القرار تجاهلا لتضحيات الشهداء والجرحة ونبقى في تعز حيث لقي عدد من عناصر الميليشيا الحوثية الإنقلابية مصرعهم في هجوم شنه الجيش الوطني على تجمعات لهم غربية المحافظة وقالت مصادر ميدانية ليمن شباب إن قوات الجيش الوطني استهدفت تجمعين للميليشيا في أطراف منطقة البرح ووادي رسيان وأسفر الاستهداف عن سقوط قتل وجرحة في صفوف الإنقلابيين وتدمير آليات قتالية تابعة لهم في السياق لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون بنيران قوات الجيش الوطني في الجوف وذكر مصدر عسكري أن تسع من عناصر الميليشيا قتلوا وأصيب آخرون في كمين محكم نصبه لهم أفراد الجيش في جباده المهاشمة بخب والشعف هذا وتشهد جبهات خب والشعف مواجهات مستمرة بين ميليشيا الحوثي وقوات الجيش التي تحكم سيطرتها على معظم مديريات المحافظة إلى البيضاء حيث قصفت مدفعية المقاومة تعزيزات لميليشيا الحوثي شرقية المحافظة مصادر ميدانية أفادت أن القصف استهدف عربة تابعة للانقلابيين في منطقة أعشار بالملاجم وأدى القصف إلى تدمير العربة ومصرع من كان على متنها من عناصر الميليشيات في الضالع لقي قياديان ميدانيان في ميليشيا الحوثية الانقلابية مصرعهما بنيران قوات الجيش والمقاومة الشمالية المحافظة وقال مصدرا عسكري ليمن شباب أن القياديين رضوان غلاب ومحمد الشبيبي قتلا في هجوم شنته وحدات من الجيش والمقاومة استهدف تجمعا للميليشيا في منطقة حبيل العبدي بجبات باب غلق غربية قعطبة نبقى في الضالع حيث قال مسؤول في السلطة المحلية إن مسلحين مجهولين أوقفوا تنفيذ مشاريع حكومية وأخرى ممولة من منظمات دولية بالمدينة وأكد مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق فريد الضالعي أن مسلحين على متن دراجة نارية قاموا بتوجيه انذار للعاملين في مشروع رصف الشارع الخلفي للمدينة بجوار ملعب الصمود وهددوهم بتفجير مقر سكنهم في حال لم يتوقفوا عن العمل وناشد مدير أشغال الضالع في بيان عقلاء المحافظة للوقوف ضد من قال إنهم يواصلون الاندفاع ضد مصالح الضالع في الحصول على حقها من مشاريع البنة التحتية في الأسبوع الماضي سهدف مسلحون مجهولون بقذائف الأربيجي مقار خمس منظمات دولية عاملة في الضالع مضطرت هذه المنظمات إلى إيقاف أنشطتها ومغادرة المحافظة تتواصل المواجهات العنيفة بين قوات العمالقة وميليشيا الحوثي جنوبية الحديدة وذكر الناطق باسم قوات العمالقة مأمون المجهمي في تصريح صحفي أن الميليشيا شنت هجوما عنيفا مساء الجمعة على مواقع ألوية العمالقة شمال غربي حيس وأوضح بأن الانقلابيين حاولوا قطع الطريق الرابط بين الخوخة وحيس لكن وحدات العمالقة تصدت للهجوم بالتزامن شنت ميليشيا الحوثي قصفا عنيفا على الأحياء السكنية في التحيطة والدراهيمي وحيس أعلن برنامج الغذاء العالمي إيقاف طحن القمح في مطاحن البحر الأحمر جنوبية الحديدة بعد تعرضها الخميس الماضي لقصفا مدفعي وقال مصدر مسؤول في البرنامج قال إن البرنامج يحقق في الواقع وأن تقييم الحالي يشير إلى عدم وجود أي أضرار بالمساعدات الغذائية الإنسانية المخزنة في المرفع في وقت سابق أدان وزير الإعلام معمر الأرياني قصف المطاحن وقال إن هذا التصعيد الميذاني يؤكد تنصل الميليشيا من كل التزاماتها وتعهداتها وإصرارها على المضي في خرق وقف إطلاق النار دعت جمعيات للصيادين اليمنيين إلى التحقيق في مقتل وتعذيب العشرات من الصيادين الجنوبية الحديدة على يد قوات سعودية وأخرى تابعة للتحالف العربي وقال بيان صادر عن العرف البحري وجمعيات الصيادين في الخوخة إن المئات من الصيادين تعرضوا للاستهداف من البوارج الحربية والمقاتلات التي جعلت للصياد في المياه اليمنية مخاطرة غير مأمونة وطالب البيان بالتحقيق في عمليات قصف متعمدة خلال السنوات الماضية أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من مئة صياد أقامت قيادة قوات الأمن الخاصة بالجوف حفل اختتام الدورة الثانية من المهارات القتالية والأمنية الخاصة وقدم الخريجون عروضا في مختلف المهارات التي اكتسبوها خلال الدورة كالحرب في المناطق المفتوحة والمزارع وحرب الشوارع والتحرك في المناطق الأهلة بالسكان واقتحام المنازل والمواقع المشبوهة في الحفلة أشار نائب مدير شرطة المحافظة قائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالله البورير إلى محتوته الدورة من مهارات قتالية وأمنية ضمن برنامج التأهيل والتدريب الذي أعدته قيادة الفرع خلال العام 2019 حذر المركز الوطني للأرصاد والأحوال الجوية من موجة بردن تصل إلى درجة الصقيع في بعض المحافظات اليمنية وأتوقع المركز أن يتكون الصقيع أثناء الصباح على أجزاء من محافظة البيضاء وذمار وعمران وصنعاء أشار المركز إلى احتمال تشكل الشابورة المائية على المنحدرات الجبلية لحجة والمحويت وريمة وتعز وإب مع إمكانية تشكل خلايا السحب الركامية على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية سيكون الطقس غائما جزئيا على أرخبيل سقطرة مع هطول أمطار متوسطة الشدة وقد تكون غزيرة فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة وتوقع المركز أن يكون الطقس غائما جزئيا على السواحل الجنوبية الشرقية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل حضر موت والمهرى ولحج وعدن نهاية النشرة تذكيرا بأبرز ما جاء فيها اليابان تخطط لنشر قوات قرابة سواحل اليمن وسلطنة عمان تحذيرات من مخطط لانقلاب إماراتيا في المهرى بطواطئ سعودي قتلى وجرح من الميليشيا بنيران قوات الجيش في الجوف وتعز والضالة نهاية النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة